فهي واقعة تتعلق بالمساس بالنظام العام وكل ما أثرته من تأويلات وأيضا ردود فعل على مستوى شبكة التواصل الاجتماعي فبتاريخ 4 فبري 2022 على مستوى طريق السريع كانت حوالي الساعة الخامسة مساء قام أصحاب موكب لسيارات متعلقة بحفل زفاف بغلق طريق سريع والذي من خلاله قام الفاعلين بالنزول من سيارتهم والاحتفال رقصا بوسط الطريق ذلك ما أدى إلى غلق كل لحركة المرور لعدة دقائق ما نتج عنه اختناق مروري معتبر فهذه الواقعة كانت محل ترويج عبر وسائل التواصل الاجتماعي مكنت المحققين عبر كل ما تم تواصل به من صور وفيديوهات وأيضا عبر كل ما تم تسجيله من أو بوسطة آليات التصوير التابعة لمصالح الأمن باستغلال محتويات هذه الصور والفيديوهات ذاك لتحديد هوية الفاعلين وتوقفهم فبهذا اليوم قامت مصالح الدرك الوطني المكلفة بهذه التحريات بتقديم جميع الأطراف أطراف هذه القضية منهم 11 انبوتهم موقوف إذ بقيا ثنين في حل تفرار أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة بير موراد رايس فتم متابعة مقترفي هذه الواقعة عندهم تعرض حياة الغير لخطر وإعاقة الطريق العام بموجب إجراءات المثول الفوري مع مصادرة سيارات المتعلقة أو التي هي بعدد سبعة سيارات وستة دراجات نارية مع وضعها بالمحشر السيد رئيس قسم المثول الفوري لدى محكمة بير موراد رايس حين مثول المتهمين أمامه قام بتأجيل هذه القضية بتاريخ هذا اليوم عند بضعة دقائق قام بتأجيل القضية قرر بتأجيلها مع أمر بإداء جميع المتهمين 11 ران الحبس المؤقت للعلم فتم ملاحظة هذه الأيام الأخيرة عدة تصرفات من هذا النوع والتي تمس بالنظام العام خاصة على مستوى الطرق العمومية والشوارع فتقرر في هذا الشأن التعامل بالصرامة اللازمة ضد هذه الوقاعة والتي تمس بالسكينة العامة وراحة المجتمع بحيث ستعكف وزارة العل من هنا فساعدا وبمعاية الشركاء الآخرين برسم سياسة جزائية خاصة بهذه التصرفات الغير المسؤولة ترجمة نانسي قنقر